السلام عليكم ورحمة الله عزيزي المشاهد لنكن صادقين معا لا شيء يشبه طعم الرفض تلك اللحظة المدوية عندما تقول لك الفتاة التي تهتم بها بصدق لا شكرا قد يبدو الأمر وكأنه نهاية العالم تبدأ في مراجعة كل خطوة كل كلمة وكل نظرة هل كان يجب أن أستخدم ذاك العطر؟ ربما كان يجب أن أرتدي ذلك القميس الذي تحب لعلني كنت غامضا بعض الشيء أو ربما العكس كنت واضحا جدا توقف لا حاجة لهذه الحيرة في هذا الفيديو سأكشف لك كيفية تحويل هذا الرفض إلى فرصة ثانية وفرصة حقيقية لجعلها تنظر إليك بعين جديدة وربما تجد فيك الشريك المثالي الذي كانت تبحث عنه ماذا يجب أن تفعل؟ اضغط لايك وتابع معي في البداية عليك يا صديقي تقبل الرفض بكرامة أول خطوة في هذه الرحلة المثيرة هي أن تقبل رفضها بطريقة مشرفة نعم أنا أعلم أن رفضها مؤلم ولكن دعني أخبرك بسر الفتيات يحترمن الرجال الذين يستطيعون تقبل لا دون أن يفقدوا أعصابهم كن رجلا ابتسم واشكرها على صراحتها قد يبدو هذا الأمر سخيفا لكن صدقني هذه الخطوة يمكن أن تبدأ بتغيير كل شيء الخطوة الثانية ابتعد قليلا ولكن لا تختفي بعد الرفض قد تميل أنت إلى الاختفاء من حياتها تماما وربما تذهب إلى أعالي الهملايا للتأمل وإعادة تقييم حياتك لكن قبل أن تشتري التذكرة السفر دعني أقدم لك اقتراحا لا تختفي تماما بدلا من ذلك ابتعد قليلا أعطها فرصة لترى حياتها بدونك لكنها لا تزال تتذكرك الظهور في حياتها كصديق في هذه الفترة يمكن أن يشكل خطوة ذكية شارك في المناسبات الاجتماعية التي تتواجد فيها لكن لا تكن ملتصقا بها أظهر اهتمامك بالحياة من حولك وشارك في الأنشطة التي تظهر جانبك الممتع الخطوة الثالثة العمل على تطوير نفسك طيب هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في ذاتك الفتاة التي رفضتك ربما لم ترى فيك شيئا مميزا في تلك الظحظة لكن هذا لا يعني أنك غير مميز ابحث عن طرق لتحسين نفسك سواء كان ذلك في مظهرك الخارجي أو مهاراتك الشخصية مثلا تعلم هواية جديدة ابحث عن مشروع يثير شغفك أو حتى انضم إلى نادي جديد من يدري؟ قد تلاحظك مرة أخرى عندما ترى أنك أصبحت أفضل نسخة من نفسك الخطوة الرابعة أظهر لها أنك كنت مشغولا لكن ليس بغرور انتبه أنت الآن في مرحلة أصبحت فيها نسخة مطورة من نفسك أظهر ذلك بطريقة لطيفة عندما تتحدث معها أذكر بمهارة الأنشطة الجديدة التي قمت بها قل لها أنا آسف لأنني لم أتمكن من الرد على رسالتك في الحال كنت في ورشة عمل عن فن التصوير لكن تذكر هناك خيط رفيع بين إظهار شغالك والظهور بمظهر المغرور كن طبيعيا لا تفتعل الأشياء واجعل حديثك يعكس شغفك الحقيقي الخطوة الخامسة أعد بناء العلاقة ببطء بخطوات صغيرة بعد فترة من تحسين الذات وعيش حياة مثيرة قد يكون الوقت حان لإعادة بناء الجسور مع الفتاة التي رفضتك لا تقفز مباشرة إلى طلب الموعد الثاني ابدأ ببناء علاقة صداقة قوية كن متواجدا لدعمها ومساعدتها في مشكلاتها دون أن تكون مثل علبة المناديل أظهر لها أنك شخص يمكن الاعتماد عليها وأنك صديق حقيقي الخطوة السادسة اهتم بالتفاصيل الصغيرة هذا الاهتمام يمكن أن يكون مفتاحا سحريا لإعادة إشعال شرارة الاهتمام لاحظ ما تحبه وما الذي يجعلها تبتسم وما الذي يجعل يومها أفضل ربما تحب الزهور أو لديها كتاب مفضل كانت تبحث عنه قدمه لها كمفاجأة صغيرة غير متوقعة ولكن انتبه لا تجعل الأمر يبدو وكأنك تحاول جاهدا إثارة إعجابها من جديد الخطوة السابعة أضف لمسة من الغموض بينما تبني العلاقة من جديد حاول أن تترك لها بعض الفجوات لاكتشافها الغموض يمكن أن يكون مغريا جدا لا تكشف كل أوراقك في البداية بل دعها تتساءل قليلا عنك هل لديك موهبة مخفية؟ هل قمت برحلة مثيرة لم تخبرها عنها؟ دعها تكتشف هذه الأشياء بنفسها وذلك بمرور الوقت أصل معكم الآن إلى الخطوة الثامنة اجعلها تلاحظ اهتمام الآخرين بك أحيانا يمكن أن تجعل الفتاة تدرك قيمتك عندما ترى أنك موضع اهتمام الآخرين بالطبع لا نقترح أن تلعب بمشاعر الآخرين ولكن إذا كنت تلاحظ أن هناك اهتماما بك من أشخاص الآخرين فلا تخفي ذلك من الطبيعي أن يثير هذا فضولها وربما تبدأ في التفكير فيك من زاوية مختلفة الخطوة التاسعة لا تجعلها كل حياتك قد يبدو الأمر متناقضا لكن لا تجعل الفتاة تشعر بأنها مركز عالمك الكامل النساء ينجذبن إلى الرجال الذين لديهم حياة مليئة وغنية بمفردهم كن دائما مهتما بتحقيق أهدافك الخاصة ومتابعة أحلامك سحر الاستقلالية يمكن أن يكون جاذبا جدا الخطوة العاشرة تحدث معها بصراحة بعد أن تكون قد اتبعت كل هذه الخطوات قد يكون الوقت قد حان لتكون صريحا أخبرها بما تشعر به وأوضح لها كيف تحسنت وكيف تغيرت وكيف تعتقد أن هناك فرصة لإعادة النظر في العلاقة لا تكون شديد الإلحاح ولا دراماتيكيا بل تحدث بصدق وهدوء الخطوة رقم 11 لا تلعب دور الضحية أحيانا بعد الرفض يميل البعض للغرق في دور الضحية معتبرا نفسه مظلوما من الحياة تذكر هذا لا يجعلك جذابا على الإطلاق بدلا من ذلك كن إيجابيا وركز على الجوانب المشرقة في حياتك الفتاة التي رفضتك لم تشعر بالندم أو الرغبة في العودة إليك إذا رأتك مكتئبا أو متذمرا ربما ستشعر بالشفقة فقط الأشخاص الإيجابيون والمفعمون بالحياة يجذبون الآخرين لذا كن واحدا منهم الخطوة الثانية عشر كن مستمعا جيدا الاستماع مهارة مهمة في بناء العلاقات عندما تتحدث مع الفتاة التي رفضتك اهتم بما تقول وليس فقط بالكلمات بل بالمعنى من وراء تلك الكلمات اسألها عن اهتماماتها وشاركها في محادثات عميقة خصوصا إذا كنتم تتشاركاني نفس مكان العمل أو نفس الجامعة دعها تشعر بأنك تهتم بها كشخص وليس فقط كموضوع للرغبة الرومانسية عندما تشعر بأنك مستمع جيد قد تبدأ في النظر إليك بشكل مختلف الخطوة الثالثة عشر لا تنجأ للغيرة كوسيلة لجذب اهتمامها قد يكون من المغري أحيانا أن نحاول جعل الشخص الذي نرغب فيه يشعر بالغيرة كوسيلة لجذب انتباهه هذا التكتيك غالبا ما يأتي بنتيجة عكسية يمكن أن يظهرك بمظهر المتلاعب وقليل النبج بدلا من ذلك ركز على تطوير علاقاتك بطريقة صحية وطبيعية إذا كانت ترى أنك تحظى باحترام الآخرين وتقديرهم فقد يعزز هذا اهتمامها بك بشكل أكثر إيجابي خطوة أخرى حافظ على روح النكتة الفكاهة واحدة من أقوى الأدوات لجذب انتباه الفتاة إن كنت قادرا على جعلها تضحك فقد قطعت شوطا كبيرا نحو قلبها حاول أن تكون خفيفة الظل ولكن تجنب السخرية أو المزاح الجارح الفتيات يعجبنا بالأشخاص الذين يمكنهم تحويل لحظات الحياة العادية إلى أوقات مليئة بالبهجة والمرح هذا طبعا إن كنتما تتشاركان نفس المكان سواء في العمل أو في مكان الدراسة أصل معكم إلى الخطوة الخامسة عشر خطوات كثيرة حتى لا يشتكي أحد في التعليقات من قلة الخطوات هذه الخطوة تقول ابتعد عن ضغطها ضغط الفتاة لتغيير رأيها حولك هو أسوأ شيء يمكنك فعله لا تحاول إقناعها أو إجبارها لتغضو معك تذكر أن الحب لا يمكن أن يفرض بدلا من ذلك أعطها المساحة والوقت الكافيين لتفكر وتعيد تقييم موقفها الأشخاص المستقلون والواثقون لا يحاولون فرض أنفسهم بل يتركون الأمور تتدفق بشكل طبيعي الخطوة السادسة عشر استمتع بحياتك وأظهر شغفك أحد الأمور الجذابة حقا في الشخص هو شغفه بالحياة واستمتاعه بما يفعل إذا كانت لديك اهتمامات أو هوايات تستمتع بها حقا دعها تعرف ذلك سواء كنت تحب الرياضة المسيقى السفر أو حتى الطهي شارك هذه الجوانب من حياتك معها أو على الأقل استعرضه أمامها عندما ترى أنك شغوف بشيء ما يمكن أن تتولد لديها رغبة في أن تكون جزءا من هذه الطاقة الإيجابية قد يأتي بعضكم الآن في التعليقات ويشتكي ويقول لكن أنا أين يمكنني أن أستعرض أمامها هذه الأمور وأنا في واد وهي في واد آخر ببساطة يا صديقي اعرض ذلك على مواقع التواصل الخاصة بك لا أظن أنها ليست صديقة لديك هناك أيضا أليس كذلك؟ دعها ترى في منشوراتك هذه الموهبة نصل الآن إلى خطوة جديدة ومتقدمة كن داعما لها قدم لها المساعدة عندما تحتاجها سواء كان ذلك في مشروع عمل أو في مشكلة شخصية كن الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة هذا الدعم يظهر أنك تهتم بها بصدق وليس فقط لرغباتك الشخصية هذه الخطوة طبعا قد تصلح وقد لا تصلح بحسب الحالة ربما تكون هي معك في مكان الدراسة أو في مكان العمل وهكذا يمكنك أن تظهر دعمك لها أما إذا كانت في مكان بعيد ومنفصل عنك وأنتما لا تلتقيان نهائيا فتحقيق هذه الخطوة قد يكون مستحيل أصل معكم إلى الخطوة الثامنة عشر اعترف بأخطائك وتعلم منها إذا كانت هناك أسباب واضحة لرفضها لك تتعلق بسلوكياتك أو تصرفاتك كن على استعداد للاعتراف بها وتغييرها الفتيات يقدرن الرجال الذين يكونون قادرين على النظر في المرآة وتحديد نقاط ضعفهم والعمل على تحسينها هذا لا يعني أن تتغير كليا من أجلها ولكن أن تظهر لها أنك قادر على النمو والنضوش خطوة أخرى استخدم لغة الجسد هذه اللغة تلعب دورا كبيرا في كيفية تلقي الآخرين لك كن منتبها لطريقة جلوسك وحركاتك وحتى تعابير وجهك عندما تتحدث معها حاول أن تكون منفتحا وواثقا أمامها الاتصال البصري والابتسامة يمكن أن يصنعا انطباعا إيجابيا جدا ويساعد في بناء رابط أقوى بينكما آخر خطوة في هذا الفيديو وطبعا الخطوات أكثر بكثير لكن أنا حاولت الإختصار لا تتعجل في الوصول إلى نتيجة تحلى بالصبر هذا هو مفتاح النجاح بناء علاقة جديدة أو إعادة بناء علاقة قديمة يستغرق وقتا لا تتعجل في الوصول إلى النتيجة التي تريدها كن صبورا ودع الأمور تأخذ مجراها الطبيعي إذا كان هناك اهتمام حقيقي بينكما فسيظهر في وقته المناسب في نهاية اليوم حتى بعد كل هذه الجهود قد لا تتغير مشاعر الفتاة ضع هذا في اعتبارك أيضا وهذا لا بأس به أنت بهذه الطريقة تكون قد قمت بكل ما تستطيع وأظهرت أفضل نسخة من نفسك إذا لم تثمر كل هذه الجهود فتقبل النتيجة وامضي قدما العالم يا صديقي مليء بالفرص والأشخاص الرائعين ومن يدري قد يكون هناك شخص آخر ينتظرك برحابة صدر وابتسامة ترجمة نانسي قنقر